السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك ماما البنس اليوم باش نحللو في الفيديو الحدث الذي أزعج الحياة السياسية والحياة الاجتماعية في تونس هو تصويت على لائحة طلب الاحتضار من فرنسا عن جرائم الاستعمار لماذا النتيجة كانت سلبية؟ والأكثر كان الغضب الشعب كان أكثرية موجه لحركة النهضة لأن الحزب الإسلامي الأول ونرى أن النتائج كانت سلبية جدا والناس لم يكنوا يعرفوا لماذا عملت ذلك وكما قلت لكم الفيديو هذا لا يوجد أن ندافع على حد أحد لماذا نبرر موقف النهضة ولا موقف الكتلة الديمقراطية ولا موقف الكتلة العلمانية يعني هذا نحاول باش نعمل تحليل يعني تحليل موضوعي تحليل سياسي اجتماعي باش نعرفوا علاش عنا نتيجة سلبية لأنها كمام برشا ناس نزعشوا برشا ناس تقلقوا ويمس من الكرامة الكرامة الوطنية نشوفوا النتائج الفعلية نشوفوا الطابلو هذا الجدول نتع نتائج التصويت نشوفوا يعني كتلة النهضة فيها 54 نائب يعني هي أول كتلة في البرلمان نشوفوا على صوته بنعم 5 بلا 2 وبمحتفظة 6 يعني الغمار والكلام يتقلوا فيه في فيسبوك فما في 27 نائب صوته من النهضة هذا كل غلط هذا كل يعني فيك نوزة يعني هناك إلا خمسة من ناس من النهضة صوته بنعم والأكثرية البقية كانت غائبة الكتلة الديمقراطية فاتسل على 39 نائب يعني 32 نائب صوته بنعم و7 كانوا غايبين يعني نجم نقول الكتلة الديمقراطية كانت على 100% بوغة اللائحة التي قدمت من طرف أتلاف الكرامة كتلة قلب تونس 27 نائب نشوفوا واحد عمل بنعم و15 كانوا محتفظين يعني نشوفوا أن كتلة قلب تونس لم تصوت ضد وحنا نعرفوا أن كتلة قلب تونس هي ممولة من فرنسا وعندها تموليات من فرنسا وهي أيضا كتلة علمانية علمانية 100% كتلة أتلاف الكرامة فيها 19 نائب في 18 نائب صوته يعني كان واحد غائب لأنه لم يقدر السفر من فرنسا إلى تونس لأنها كانت لحكاية الكورونا والحدود كانت مغنوقة كتلة الحزب الدستوري الحر 16 نائب نشوفوا من كتلة حزب الدستوري الحر حتى نائب ما سوت ضد والخمستاش كانوا محتفظين هذا سيد خيز أهم جدا نشوف أن الكتلة هذية هي كتلة تجامعية هي يعني الانسين غيجيم يعني حالوا باشي ظهروا روحهم ما زلوا وطنيين ويعني ما سوتوش ضد ولكن احتفظوا أما منعفوش معناه هي لغيزان بوليكال احتفظوا احتفظوا لأنهم أولا لخطر الله قدمتها يعني كتلة إسلامية وثانيا على خاطر أيضا فم مشروع هناك عدا كبير بين الكتلة العلمانية والكتلة الإسلامية كتلة الإصلاح 16 نائب نشوفوا ثلاثة بنعم ثلاثة بمحتفظة كتلة تحية تونس 14 نائب نشوفوا صفر نعم ثنين لا ثلاثة محتفظين يعني اللي بقية كانوا غايبين نشوفوا يعني كتلة تحية تونس كمام فم ثنين صوتو ضد ضد اللائحة الكتلة الوطنية 11 نائب جوفوا واحد نعم ثلاثة محتفظين كتلة المستقبل تسعة نائبين أربعة نعم واحد محتفظ وغير المنتمين اللي كتلة 12 نائب حداش صوتو النعم نشوفوا يعني مجموعة المجاركين في تسويت 82 مجموعة تسويت يدوي دونك يعني اللوتوتال متاع لسوتو نعم هم 75 نحاولوا بش نشوفوا شكون لسوت لا عنا ثنين من حزب النهضة وعنا ثنين من كتلة تحية تونس الغضب كان يعني يتصب الغضب لكثرية على حزب النهضة ولم يتصب على كتلة الحزب الدستوري ولا على كتلة الإصلاح ولا على كتلة تحية تونس لماذا؟ لأننا نعرف الكتلة هذه علمانية وتخدم مصالح فرنسا يعني ما فيش شك كتلة النهضة يعني هي تقع يعني في تناقض مع الأفكار التي تدافع عنها وعن ممارساتها السياسية يعني هناك غير تطابق تطابق غير مماثل بين أفكارها ومشاريحها والممارسة السياسية اليومية يعني هناك على شمال قائل قواعد نزعجوا برشا الخاطر أن نشوفوا أن القيم والقيم التي تدافع عنها النهضة غير يعني يعني هذا القيم لا نراها في الممارسات لماذا يعني الحزب الإسلامي الأول صوت بطريقة سلبية لهذه اللائحة أولاً فما كثير من تفسيرات أولاً هناك يعني هذه اللائحة قدمت من طرف حزب إسلامي منافس وهو أتلاف الكرامة يعني حزب الشبابي حزب تخي ديناميكا بطبيعة الحزب الأول الإسلامي باش يقول لك إذا أنا باش نسوت لهذه اللائحة يعني سأنصر يعني سأخدم مصلحة حزب منافس لي يعني حزب منافس وحزب هو في الحزب الذي يقع في المعارضة يعني لي حسابات حزبية الحزبات حزبية النجمة يقوله إلا حزب النعضة يعني مش من مصلحته مصلحته أن يسوت لهذه اللائحة لأنها قدمت من طرف من طرف حزب منافس له التفسير الثاني يعني هذه اللائحة يعني تقدم مشروع حساس جدا يعني مشروع يمس بمصالح تونسية مصالح فرنسية وبالأخص يعني في في هذا الوقت احنا نعرف أن هناك حراك في تونس وهذا الحراك يعني ممول من الإمارات وممول من بعض البلدان الأوروبية هذا الحراك يعني يهدف إلى حل إلى حل حزب حزب هذا الحراك يهدف إلى حل حزب النعضة وإلى يعني 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 إلى هدم كل القوى التي تدافع عن الإسلام السياسي يعني هناك حراك هناك حراك عدائي هناك يعني مناخ مناخ يعني سلبي جدا لا يمشي في مصلحة الحزب الإسلامي الأول وهناك اللائحة التي تقدمها الكلوشارة لتقدمها لخابير موسي خابير موشي ديان لتقدمها لأنها تريد تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يعني هناك يعني مناخ عدائي مناخ غير يعني نبافة غابلة لهذا الحزب الإسلامي وبالأخص إذا هذا الحزب الإسلامي يبلش يصوت للائحة حساسة جدا كهذه يعني تمس بمصالح المصالح الفرنسية في تونس بطبيعة فرنسا ستكون يعني ستكون الضربة القاضية فرنسا تعطاها الضربة القاضية بيش تخرج الأخوان المسلمين من تونس وتهدم كل الممثلين للفكر السياسي الإسلامي لهذا منفي الحزب الإسلامي النهضة تخطط يعني سياسة يعني النهضة اختارت سياسة وقاية دو بيش يعني دافع عن مصالحها ودافع عن وجودها عن وجودها على الساحة السياسية voilà دونك المناخ المناخ ليس يعني ليس صالح لنصرة هذه اللائحة التي تجرم الاستعمار من جهة أخرى هناك أيضا المشكل المنك المشترك بين البرلمان والرئاسة يعني نجم نقول هذه اللائحة تقدمت كعمل فردي كعمل انفرادي تخصص به حزب آتلاف الكرامة يعني المنك دو كومنيكاسيون ما فيماش عمل تمهيدي عمل يعني يخلي خلي المشروع يعني تتبنى كل الأطراف يعني هذا أيضا يفسر علاش يعني الحزب الإسلامي الأول صوت بطريقة سلبية يعني فاعتقادنا النغضة وجدت نفسها في موقف حرج ولا حل لها إلا حل عقلاني يعني حل عقلاني يضمن مصلحة الحزب مصلحة وجودها أيضا مصلحة تونس لأن يعني إذا هذه اللايحة انتصرت باش يكون يكون ردة فاعل ردة فاعل يعني عنيفة من طرف الكتل العلمانية ومن طرف من طرف الأوكالاء كما ناس يعني عايشين في تونس وهم أوكالاء أوكالاء لقوى خارجية و يعني أيضا هذه اللايحة ظهرت غير مفيدة يعني ماش بش نجيب الإفادة لتونس والتونسيين يعني المشكلة تونس اليوم هو الاستعمار الاقتصادي هو مشكلة اليوم هو الضعف الاقتصاد التونسي يعني أيضا ليس هناك ثقة ولا انسجام بين الرؤساء الثلاثة يعني رئيس الدولة رئيس الحكومة رئيس البرلمان ليس هناك أي انسجام يعني هناك مشكل ثقة هناك مشكل يعني مشكل أخلاقي هناك مشكل ثقة ومشكل سياسي البرلمان مهمش وثمش يكون يعرقل فيه يعرقل في صير الجلسات ويعط المصالح الشعب بطريقة صبيانية بطريقة عنيفة لا مراعاة الأوضاع الاجتماعي المتردية ولا الاقتصادية التي أربكت البلد مع تفاقم الفساد بأنواعه ولا قرارات ولا قوانين حاسمة للحد من تجذر وباء المفسدين والأكثر شراسة من الكورونا يعني النهضة وجدت نفسها بين يعني إذا تسوت إيجابيا سيكون هناك نتائج سلبية ستكون هناك ردة فاعل عنيفة من طرف الأحزاب الأخرى ومن طرف القوى الخارجية وإذا يعني صوتت بطريقة سلبية هناك أيضا ضرر في القواعد المتاحة وأرى أن الحزب الماضي يعني اختار أقل الضرر يعني هناك يعني هو ما بين ضررين هكا والهكا يعني هو اختار أقل الضررين أولا كما قلت لكم أنا في الفيديو هذا لا أحاول أن أبرر موقف كتلة النهضة ولكن أنا أحاول باش نعمل تحليل سياسي يعني ما مهمني شفاها النهضة يعني أنا مش باش 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 نبرر أولا الكتلة النهضة لقات نفسها بين ضررين إذا صوتت إذا صوتت يعني بنعم ونصرت هذه اللائحة البلاب باش يرجع له علاش خطر المناخ المناخ السياسي نبا فاظغابل المناخ السياسي فاسد عالاخر في تومس يعني المشكلة متالنهضة مستهدفة من قوى داخلية ومن قوى خارجية القوى الداخلية بتبيع عندكم الحراك اللي قاعد يحضر قاعد يصخن والحراك هذا يستهدف الإسلام السياسي يعني مشكلتهم مش يعني مشكلتهم هو حتى حضور الإسلام السياسي في البرلمان مغير ما يكون يعني مغير ما يفرض قوانينه هذا الحضور يقلق الناس الناس العلمانيين يعني لهم وكلاء الاستعمار يعني هناك مناخ سياسي داخلي فاسد عالاخر ومثل عندكم ما فيماش ثقة ما فيماش تبادل ما فيماش كومنيكاسيون بين الرئاسات الثلاثة بين رئيس الدولة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان يعني هناك مناخ غير متوفر مناخ يخليش الإنسان يعني مناخ مناسان يعني يهدد يهدد بتدمير هذا الحزب القوى الخارجية أيضا يعني الناس اللي يخدموا ضد النظر من الداخل هم يعني مدعومين من من قوى خارجية من فرنسا من الإمارات من الاتحاد الأوروبي من يعني من الكل قوى الماسونية في العالم من جهة أخرى يعني المشكل لهذا الحزب النظر هو مشكل أشوتي يعني لقى نفسه في مناخ تخير نيجاتيف ونفسه في مناخ سلبي جدا والأكثرية عندكم بروشانمو في الأيام القادمة عندكم خابير موشي دايان عبير موشي دايان اللي هي باش تنادي باش تقدم لائحة تنادي بتصنيف الأخوان المسلمين كمنظمة رهابية يعني حتى أمريكا حتى بريطانيا لم تتجر باش تصنف الأخوان المسلمين كمنظمة رهابية وهذه المرأة وهذه المرأة يعني يعني الصبيانية المرأة يعني يعني الحاقدة باش تصنف تحب تصنف الأخوان المسلمين كمنظمة رهابية كمنظمة رهابية كمنظمة رهابية كمنظمة رهابية كمنظمة رهابية لكن الممارسة السياسية تفرق عن عن الأدابيات الممارسة السياسية يعني سيلة لواء دي بلي فوق يعني أما النقطة كل تقتلني وكمنظمة علش حزب النهضة لم يصوت بصفة إيجابية لهذه اللائحة لأنه عايش في مناخ مناخ فاسد مناخ مناخ يعني يهدد أشوده دوك هذا المناخ يعني عدائي جدا وأول يعني يعني يخليش الإنسان يعني يخدم يعني بقلبه رب إن شاء الله فهمتوني وفسرت لكم بطريقة واضحة وإن شاء الله في فيديو جديد ومتنساوش المشاركة في قناتي يوتيوب وتنساوش لايكي وعالقوك ما تحبونتو ما يكمنتي أولانتي بسلام ومتنساوش على المشاركة